اسلاموفوبيا خبر اياتها العربية القذرة دا كان كلمة راجل فرنسي طعن امرأتين مسلمتين تحت بورج ايفل اهو اياتها العربية القذرة طعن امرأتين مسلمتين اسفل بورج ايفل دا الحدث اللي الدنيا كلها بتتكلم عنه النهاردة قادوا شايفين الستتين ههم بعد طعنهم تعرضت امرأتين مسلمتين ترتديان الحجاب وتدعيان امل وكنزة للطعن بعد مشادة مع اخرين بسبب كلب غير مقيد عندما كانتها تتجولان في منطقة بورج ايفل مساء التلتاء وقام المحاجمون بترديد عبارات عنصرية ضد العرب وقد اصدرت الشرطة الفرنسية بيانا اقرت فيه بالواقعة ولكن لم تشر الى اي دوافع عنصرية وبحسب مصادر مقربة من اسرة المسلمتين فانهما كانت في جولة رفقة اطفال من عائلتهم احداهما في 19 من العمر والتانية 40 سنة ثم اقترب الكلب مرافق لامرأتين فرنسيتين من الاسرة المسلمة فاعترضت كل من المسلمتين على ذلك تطور الحديث الى تبادل الشتائم وحسب الشاب المسلمة فان صحابة الكلب تلفزت بكلمات عنصرية مثل اغربي عن وجه ايتها العربية القزرة ثم تطور الامر سريعا الى اشتباك وعراك بين الاربعة فقامت احدى الفرنسيتين بتعن الفتاة المحجبة وضرب الثانية وتم نقلهما الى المستشفى وحالتهما لم تكن خطرة واصيبت الاولى 19 سنة بجروح عديدة وطعنى اما التانية فاصيبت بكدمات في جسمها ونشر الفيديو الحادث للمرة الاولى عبر حساب احد الاشخاص من عائلة الضحيتين لم نسمع الحقيقة لا بواكي لهم فين بقى كذبين الزفة اللي مالوا الدنيا صراخ لما حصلت حادثة فرنسا من كام يوم على الاقل ساعتها كان فيه سبب ان المدرس نشر صورة موسيقى للنبي عليه الصلاة والسلام لكن دول اتنين معاديين بيتفسحوا ايه زنبهم فين ابن الجزمة مفت السيسي اللي قال نص المسلمين في اوروبا ارهابيين يا فضيلة ابن الجزمة الاثنين ستات دول اسفقت دمهم على يد ارهابية ست يا حضرات والله العظيم ماكرون وممساعدة حكام عرب عامنين حملة قوية جدا على الاسلام لدرجة انه فيه مناطق منطقة التلاتاشر في فرنسا هتوزع كتاب يحتوي رسوم كاريكاتير دينية وسياسية في المنازل في المدارس فهيجي الطالب المصر المسلم ايا كان دي دولته هيخش المدرسة في المنطقة دي فيلاقي المنهج فيه كاريكاتير عن النبي محمد عليه السلام او كاريكاتير عن احد الصحابة يعني او كاريكاتير عن القرآن نفسه تخيلوا بقى لما عائل صغير او في سن المراهقة يشوف اهان الدينه في منهج داخل مدرسة برعاية رئيس الدولة ماكرون نفسه لدرجة انه لما حصلت حدثة المدرس الفرنسي ده اللي رسم الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة وحشة طلقت الجرائد المصرية تتاري وقادي واحدة من بيت العادل غالبا بتشتغل رسامة كاريكاتير في مصر اليوم كانت رسمة كاريكاتير لحد مبارح كده مقتل مدرس بريشة دعاء العادل احنا جايين نتناقش معاك بشكل موضوعي جابوا راسه اهو وقطعوا راسه شوف اللي دقونها ده اهو احنا اعداء دينا احنا اعداء الدين الاسلامي يا حضرات مش ماكرون ولا الستات اللي تعنوا الستات المسلمات هم اعداء الدين الاسلامي والله العظيم المسلمين هم اعداء الدين الاسلامي انا زمان كنت اقول ان المرأة هي اكبر عدول المرأة وانا بقول لحضرتك دلوقتي ما تعقولش هم حملات التبشير على الاسلام اللي كنت بتخافوا منها زمان دي ولا تعقول هم حملات الصليبية على الاسلام انما اللي تشيل همه فعلا الداخل في الاسلام لما يبقى فيه حاكم مدمن بيشموا بودرة زي محمد بن سلمان لما يبقى فيه حاكم صهيوني بيدفع مليارات على مراكز بحسية عشان تطعم في الاسلام زي محمد بن زايد لما يبقى فيه واحد زي بلحة عبدالفتاح السيسي بيحارب الاسلام بالطريقة دي هنا تقلق لكن ما تقلقش من برا لما تبقى فيه عائلة تفهة اسمها دعاء العدل مش عايز اشتمل بيت اللي هي منه لانه كان فيه ناس كويسة زي لو هي من بيت العدل يعني زي سامي رح مطلع عليه لو فيه واحدة تعلمها انه حتى على الاقل تقرأ وتفهم انما لما يبقى فيه واحدة زي دي يعني تقلق لما فيه خالد منتصر تقلق لما يبقى محمد سامي المخرج اللي بتاع الامبراطور والاسطورة يتدايق من اسمه اي ده هو الجدع اللي بيطلع اللي بيصرف عليه ملايين ده ابو دام متقيل ده اسمه البحيري فيطلع يكتب عنه بوست فيهجمون كل العلمانيين تقلق مع ان على فكرة محمد سامي معواش دعاية اسلامي اصلا وقد يكون يعني الحياة مقضيها ليل نهار في حتت انما الرجل غار على دينه في الاخر لان فيه بزرة يا حضرات كان بيحصل لليهود طول العمر طول تاريخهم انهم كانوا بيتطردوا في الشوارع لدرجة كانت المقاهي مكتوب عليها ممنوع دخول الكلاب واليهود شوفوا ده في الافلام التسجيلية عن اليهود كان اليهودي في الدراما الاوروبية شخص قذر كان اليهودي من ايام شيكسبير تشايلوك وكان العربي والمسلم حتى لو كانت ديانته ايا كانت ديانة بس العربي كان عطيل شخص شهب لكن للأسف يا حضرات جاء علينا وقت انك انت تخبي دينك الاسلامي لانه اعداء دينك مسلمين زيك صلتوا عليك الغرب اهو شكرا للمشاهدة